السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن نزول دم مع الافرازات بعد الدورة باسبوع اذا كانت دورتك منتظمة وبعد ان تطهر باسبوع تلاحظين نزول بعض الافرازات المختلطة بالدم سواء كان دما غامقا او احمر او حتى بنيا وخاصة عند ترافق نزول هذه الافرازات مع بعض الالم في البطن عندك فهذا كله اشارة ودلالة على ان البويضة قد نضجت وهي جاهزة للاخصاب وهي علامة جيدة جدا تدل على ان المبيض يكون بوظفته على اكمل وجه فلا تخافي منها ولا داعي لأي علاج ابدا ولكن قد تحدث الاباضة عندك وعند الكثير من السيدات بدون هذه العلامة وسبب هذا الدم البسيط والالم البطن البسيط هو انفتاح كس البويضة وتزبزب الهرمون المرافق لها والمفرز من خلايا كس البويضة وهو امر مؤقت وعابر ما يلبس ان يعود الهرمون ويتوازن ويختفي الافراز الدموي ولكن في حالة كانت الافرازات كسيفة وكسيرة بشكل مبالغ فيه او هناك الام اخرى في البطن او المبيض فحينها يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب بدقة وايضا تحديد نوع العلاج في نهاية الفيديو ننوه ان المعلومات المذكرة في هذا الفيديو لا تغني ابدا عن زيارة الطبيب والمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا اعجابكم ياريت تدعمنا وليك وكومنتو وتشارهوا الفيديو ده مع اصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ شكرا شكرا